هدم منزله أمام عينيه كان وقعه أقوى من هذه الضربة تناثرت حجارة البيت ولم يعد حجر على حجر كان الهدم دون سابق إنذار لإحدى عشرة منشأة في خربة أم الخير بمسافر يطى جنوب الخليل أصبحت عائلة ياسر في العراء يخرج الرجل من بيت آخر بلا سقف ليجد أمامه طاقة شمسية مدمرة كيف نعود نرجع مساكيننا؟ كيف؟ وما نفع هذا الباب بعد الدمار باب بلا بيت أم حجارة بيت متناثرة بجوارها الباب على الأرض لم يعد هذا مهما بالنسبة لرجل فقد كل شيء بلمح البصر حسبي الله أنا مروكل عليهم حسبي الله أنا مروكل عليهم هنا يا عمي والله رحنا دبحونا هاي حدوا على كل شيء هاي الخزايين هادي الخزاني كيف بتطولها؟ هاي العفش هون هاي العفش هاي العفش هاي الل country كيف بدنا نطولهم هذون؟ كيف بدنا نطولهم هذون؟ بقد العب معكم معقومة يعبوا لي دعونا نخلق الشم محمد وسليمان وإسماعيل استعانوا بحجارة صغيرة من مخلفات ما تركته جرفات الاحتلال تجمعوا فوق ركام بيتهم ومارسوا هوايتهم في اللعب وتنافسوا فيما بينهم في أحلك الظروف وأكثرها قسوة على الفلسطينيين خمسة وعشرون فردا بين رجل وامرأة وطفل فقدوا منازلهم في خربة أم الخير خلال عملية الهدم الأخيرة في الوقت الذي تشهد فيه مستوطنة كرمائيل المقامة على أراضيهم توسعا استيطانيا كبيرا هذا ما تبقى من ذكريات بيت أراد الاحتلال معاقبة أهله المهجرين أصلا منذ أكثر من سبعين عامة يريد الاحتلال نكبتهم مرة أخرى ببساطة لأن المستوطنين المتطرفين يريدون ذلك رائد الشريف الغد من خربة أم الخير جنوب الخليل فلسطين